السلام عليكم مرحبا بكم في قناة شهوة الدار مع ايمان كنت من تكونوا بألف خير اليوم جبت لكم واحد المحنشات باجينة ديال المثمن وبحشوة اقتصادية رائعة هانتم معين شوفوا المقادر هنا عندي هنا ثلاثة ديال الكيسان ديال الفورس مع كاس ديال الفينو هاما كيفما كتشوفوا انا خلطتهم مجموعين عندي معلقة هنا يا متوسطة جيل الملحة وعندي بيضة كاملة وعندي خمارة حمرة والماء دافي باش نعجنو العجينة ديال ندي المثمن هنا غادي ندوزو بسم الله غادي نديرو الدقيق كامل عندي هنا يا الملحة البيضة كاملة وغادي نضيف لها حتى هديك الخمارة حمرة وغادي نبدو نجنو العجينة ديالنا بالماء الدافي هنخلط كل شي والول هنخلط كل شي والول هنخلط نجمع بالماء هنخلط اللي اختارت انا كي يجو في هاد المحين شات كي يجوزوينين إذا لم تتوفر البيض لا يوجد مشكلة تستغنوا عليه إذا كانت لديكم غير بيضة تجعلوا الصفر لتدهن وتستعملوا غير الأبيض أنا هنا عندي البيض قمت بيضة كاملة وصراحة تجيز وينة فيها كاملة سوف ندوس باش نجمع العجينة سوف ندلقها سوف ندلقها ضروري باش تجي مرخوفة ومع الجو بارد ضروري خاصنا ندلقها باش تصدق لنا مزيان هنا ندلقها واحد شوية هي أصلا خفيفة ما ما خليشاش قاسحة يعني عطيتها المل كافي باش تجمع هادي نحاول ندلقها مزيان هاي كيف ما كدشوفو تجمعتها هنا ندرتها في زلافة جالي وغنطي نغطيها بهذا الورق الغدائي بلاستيك الغدائي هادي نغطيها ونخليها ترتاح حتى الوقت لنوجد الحشوة هانتو ما معين شوفو الحشوة هنا اختارت عندي هنا صدر دي تجاج قطعت ومكعبات صغر غر واحد شوية يعني مشي بزاف عندي ففلة الوان عندي حمر والخضر وعندي بصلات مماكينة متوسطة مشلدة وتوابير معهم بودرة ديالتوم عندي وحن معلقة كبيرة ديالسلسة السوجة ومعلقة صغيرة ديال الموطر والجبن مبشور وعندي هنه هي شوية ديال المغميسيل اللي كنت ترقتها في الماء سخون معها مليحة هنه قطعت واحد شوية ديالجهة ديالتلسة معلقة كبار ديالزيت الزيتون هم هادو غدي نضيفهم في المقلة اللي غدي مدى نشحر فيها الحشوة ديالي هنا قطعت البصلة هي اللولة باش تطح عندي هنا بصلة متوسطة مقطعة مكعبات صغر بحال شكل ديال الفلفلة الوان اللي درت هنا هنخلات الطح شوية هنا بمتاحة غدي نضيف لها الفلفلة الوان عندي هنا خضراء والحمرة هلا كانت متوفرة غير واحدة فيهم ماشي مشكلة هنا نشوفه غير الطريقة واللي متوفر نخدمه به هنا بنسبة للتوابل درت الملحة والبزار وعندي سكين جبير وبدرة ديالتوم وشوية ديال خرقوم ديال العرق وهنا هيا غدي نضيف لهم هدك صدر ديالجهة اللي قطعتهم وكعابة صغر ملقة ديال الموتارد وثلثة الصوجة حتى هيك ساعتها واحد واحد النكهة واحد لوغو كي يجي زوين فيها غدي نحرك الحشوة ديالي مزيان وغدي نخليها باش غدي تطيب على خاطرها ونغطيها ونخليها تطيب على خاطرها هنا هي هاي العجينة ديالي السارحات تقريبا هنه واحد خليتها وحد نصف ساعة كيف ما كتشوفو هاي رطبة غدي نحاول نطلقها على شكل طولي باش غدي نقطعهم كويرات غايجو كويرات متوسطين هنا يقسمتها انا على سبعة غايجووني سبعة ديال ديال المحينشات انتو ما لك انتو بريتو العدد كبير ديال هاد المحينشات صغيرين تقدروا تضعفوا المقادر ديال الدقيق وديال الفينو على حسب عدد الناس اللي عندكم هنا هنه نعود نغطيها بلاستيك غدائي بما شحرت مزيان اه طابت مزيان هديك الحشوة غدي نضيف لها اه شعرية صينية باش كتجي من السماء وهنا عاد نضيف الجوب المبشور كيف ما كتشوفوا وعاد نستعمر في التحرق باش هديك الشعرية الصينية ديالنا يدخلوا فيها التوابيل وتسطلق انا ديجا كنت قسمتها الرصة ما خليتها طويلة بزيف باش تساعدني احتفل مني مبغين نصيب الحوشوة باش تساعدني احتفل باش تساعدني احتفل هنا انا دوود الزبدة كيف ما كتشوفوا غادي نضيف لها واحد معلقة ديال الخميرة وغادي نحرك هي رفضة في هاد الاثناء غادي ضروري غادي تفاعل وغادي دير كشكوشة غادي تبان بيضة حيث الخميرة ضروري كتفاعل مع اي شيء هنا غادي نبدأ في الأول وغادي تشوفها بحلقة كشكوشة ما تخافوش منها هي غادي العكس هي الدور دياله غادي تورق لنا العجينة مزيان وغادي تخليهم هدوك الطبقات اللي غادي ندير وغادي تخليهم بينين وغادي مستعم بالزيت باش نطلق مزيان العجينة كيف ما كتشوفوا وغادي نعمر بهاديك الزبدة و الخميرة نعمر الوسط وهناي غادي ندير طية ديال المسمن هنطويهم على جوج كيف ما كتشوفوا وغادي نخليوها طويلة هنعود معاكم واحدة اخرى هندهن سطح العمل بالزيت وغادي نطلق مزيان هديك الكويرة جالي الابو شو تستعنوا بالمدلك حتى هو يوفر لكم لكن شو زربانين ويطلقها لكم مزيان انا نطلق تغير بادي بالسعانة ديال الزيت وهديك الزبدة ضروري من الزبدة ومن الخميرة من الداخل ديال المسمنة باش هي اللي كتساعد بان انا كتجينا هديك العجينة ديال المسمن كتجي مورقة مزيان كيف ما كتشوفوا انا طويتها على جوج غنعودوا وحد الشكل اخر هنا يكملتهم كيف ما كتشوفوا خليهم هما كيرتاحوا ضروري كيرتاحوا شوية باش كتجينا العجينة مطلقها مزيان وكتساعد نحته في تسراح ديالها هنا انا دلكتها مزيان هنا قررستها مزيان غير شوية على شكل طالي وغادي نبدأ نعمر بالحوشوة ديالي اللي ضروري خصيتكم باردة باش ما تتقطعش لنا العجينة ويخرجوا لنا من الجوانب هنا يغا نعمروا على شكل طالي كيف ما كتشوفوا وغادي نبدأ نلوي بالعجينة على نفسها وغادي نحطها في اللاطة لغادي نجمع بلية كيف ما كتشوفوا هيتكاورات ونقرسها شوية وغادي نحطها في اللاطة اللي غادي ندخل للفرن اللي غادي نكون ديجا لغادي ندخل لها واحد ورق الزبدة هنا غادي نبدأ نطلق في العجينة الثانية نتلقوها مزيان على شكل طولي باش الحوشوة ديالي تجي فيها لداخل مزيان مدرجة وما تخرش بنسبة للحوشوة كان عندكم محتى الكفتة كتجي مزيانة في عواد الدر ديالجات تقدروا تستعملوا حتى الكفتة هنا كنستمر ندور العجينة على شكل طولي كيف ما كتشوفو وغامدا نلوي فيها من الجنب من الجنب الجنب والتحتاني كنخشيه الوسط باش كي يبقى شاد ما كيتحلش لنا هنا غادي نحط كل شي في سطح العامل غادي نكمل نستمر هاو ما كيف ماشته هاو ما كملتهم عندي سبعة ديال الحباس خديس اصفر البيض خلطو مع شوية ديالساسات السوجة حد معلقة صغيرة غير باش يعطينا هادك حمار من الفوق الى ما كانش متوفرة ماشي مشكي تديروا غير قطارات ديال الخل باش ما تجيش الريحة ديال البيض هنا غادي ندهن هادوك محينشات ديال كاملين وغادي ندردر فوق منهم فرماج حمار محكوك كان عندكم هادوك البودر الخاشخاش هاداك البواع ما عرفت شو نسميت بواع فغان كان عندكم هادوك الكحليين تقدر ترشوهم ولا الزنجلان حتى هوا كيجيزوين وغادي ندخل هالفران نشاعل من الفوق ومن تحت تخون وغادي ندخلها نطفع لالفوق وغا خلاها تتحمل ونشوفو مع الشكل نهائي هوا الشكل نهائي ديال اللي دو كمحينشات بعجينة ديال المسمن والحوشوة ديال صدر الدجاج والفلافل كيجوا علها ديالشكل كيجوا رائعين كنتمنى ان شاء الله تجربوهم كيف ما كتشوفوها وما محمرين نطلقوا ان شاء الله مع فيديو جديد وشكرا لكم وشكرا لمشاهدة ديالكم وللقاء شكرا